اشتركوا في القناة الآن موجود في منزلة الغفر وهي منزلة للكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ثلاثة واثنين وثلاثين دقيقة من عصر اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج الميزان معناته هاي افضل فترة عاطفية لتعزيز اوصار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة يعني زوجية نالها بعض التوتر بسبب الغيرة او الشك او المشاكل العادية منكون اجتماعيين اكثر من ميل الاسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغيرة دور في علاقة لم تستقر بعد يعني هاي الفترة اللي بكون القمر فيها موجود في الميزان ممكن ننجح في اعمال فنية بوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا ايضا اقامة حفلة او عادة تزيين البيت او المكتب او اقتناء حاجية جميلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا عنا اليوم بالزوايا البطيئة في زاوية جديدة ظهرت على الساحة اللي هي زاوية تزديس ايجابية ما بين الزهرة وما بين المريخ يعني هذول كوكبين في حال انهم شكلوا زوايا معناته في نتائج الها علاقة بالعواطف والها علاقة برضو بالجراءة فاثنين مع بعض يعني رح يعملوا اثار جيدة بالفترة القادمة طبعا هاي زاوية تأثيراتها من يوم تسعة ثلاثة ولغاية يوم اربعة عشر ثلاثة ذروتها يوم احداش ثلاثة في تمام الساعة ثلاثة واربع دقائق عصرا بسود جو عام من الود بهاي الفترة اكثر فبتسهل علينا التفاهم مع الاخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة برضو بتكون الحالة الصحية للناس جيدة في هاي الفترة اللي كانوا يشعروا بتعب او بوهن او بعض الامراض بتتحسن صحتهم اكثر فاكثر وبرضو بالفترة هاي بتقل الامراض بميل بعض الناس للترفيه والتسلية للاندية مزاولة الانشطة الرياضية وتعتبر هاي الفترة مناسبة لتنظيم المباريات والالعاب الرياضية برضو هاي الزاوية لها علاقة لطرح المنتوجات او الانتاج الفني حتى لو واجه صعوبة ولكن في النهاية رح يلاقي نجاح ولكن برضو تنويه على هاي المعلومة زحل في حلقة زحل ذكرنا انه هو بدو ينتقل للحوت اللي له علاقة بالفن واللي له علاقة بالسينما والتمثيل والاشياء اللي زي هيك ودخوله على الحوت يعني ظهور اشياء شوي رح تكون حساسة او معيبة او لا اخلاقية فعشان هيك في يعني اعرفوا ايش اللي رح ينجح معناته بالفترة القادمة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس ايجابية بين الشمس وبين اورانوس وهي تاثراتها من يوم ثلاثة ثلاثة الى يوم عشرة ثلاثة طبعا ضعي لها كمان يوم وبتنتهي وهي زاوية بتعزز قدراتنا الادارية وبتضفي جاذبية على شخصيتنا وبتعزز قوة الحدث لدينا اما بالنسبة للزاوية الوحيدة اليوم اللي رح تتشكل مع القمر وهي زاوية التقابل سلبية ما بين القمر وما بين المشتري وهاي رح تكون ذروتها الساعة خمسة وسبعة وثلاثين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرانيتش يعني طيلة النهار رح تكون مأثرة يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا لانه بالفترة هاي بكثر المصابين والمحتالين بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا الكلا والحالب والمثانة البولية الاوردة الجلد كعضل اللمس البنكرياس الانسولين اسفل الظهر والزايد الدودية وبما اننا ذكرنا الجلد كعضل اللمس معناته منقول ان الفترة هاي غير مناسبة للامور اللي الها علاقة بعمليات التجميل او ازالة الشعر بالليزر او الامور اللي الها علاقة بانه بتحسس الجلد مثل المواد الكيميائية او مثل الامور اللي الها علاقة بالاشعة او الادوية او التجميل او الاشياء من هذا القبيل باقي الاعضاء برضو اكثر حساسية فما مننصح لعمل اي عمليات جراحية تتعلق فيها بالنسبة لهذا اليوم طبعا القمر ما زال بمراحل المقابلة فعشان هيك ما زال يعني بدر متناقص لسه ما وصل لمرحلة المحدب فعشان هيك منقول انه برضو الفترة هاي لا يوصى باجراء العمليات الجراحية الا اذا كانت اضطرارية جدا اما بالنسبة لعمليات التجميل فبرضو فترة غير مناسبة حكينا عشان الامور اللي الها علاقة بالجلد ولا يصلح لازالة الشعر الزائد بالليزر ولكن ازالة عادية ما في اي مشكلة يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي اما بالنسبة للقمر بما انه رح يكون او انه موجود هو في برج الميزان فخلوه المسار القادم رح يكون يوم الجمعة بيبدأ يوم الجمعة وبانتهي تقريبا بعد خمس دقائق من بعد منتصف الليل بتوقيت جرينتش من اول ساعة ما بعد منتصف الليل من يوم السبت يعني بيبدأ ساعة 11 و 36 دقيقة من مساء يوم الجمعة بتوقيت جرينتش وبانتهي ساعة 12 و 5 دقائق بعد منتصف الليل بتوقيت جرينتش اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره 7 ايام في تمام الساعة 35 و 34 دقيقة بعد العصر بصير عمره 18 يوم نسبة الاضاءة بتصير 90% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 23 سعيدة بنسبة 10% القمر في الميزان حتى يوم 11-3 منتحس الان بنسبة 40% في ساعات ما بعد منتصف الليل بصير منتحس بنسبة 10% وبضل لغاية ساعات الظهر بعشرة في المية من ساعات الظهر برجع منتحس بنسبة 40% لغاية ساعات المساء وبعدين برجع بنزل لنسبة 10% منتحس عطارد في الحوت حتى يوم 19-3 سعيد بنسبة 30% الزهرة في الحمل حتى يوم 16-3 سعيد بنسبة 70% المريخ في الجوزة حتى يوم 25-3 سعيد بنسبة 15% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 17-6 سعيد بنسبة 15% وأورانوس في الثورة حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا يوم مناسب للقيام بعمل بطلب تعاون من طرف ثاني يعني أي شراكة حتى لو شراكة فكر اليوم ممتازة جدا وأيضا المصالحات ممتازة جدا ولكن طاقتكم ضعيفة فما بيجوز إثارة المتاعب اتجنبوا الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذروا من سوء التفاهم والتسرع والحدية بالطباع لأنه أنت الحلقة الأضعاف برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر مازال موجود في بيت الصحة فعشان هيك بدكوا تنجزوا ما تراكم لديكم من عمل بتجدوا تعاون من الزملاء زملاءكم بالعمل نظموا جدول غذاكم واخذوا قصة من الراحة من حين لآخر لأنه برضو الوضع الصحي ممكن يكون في بعض التقلبات من المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات ما تحاولوا تعملوا أكثر من عمل في نفس الوقت اعمل الضروري بعدين انتقل للي بعده وما تتسرع بإنجاز عمالك يبتكثر النشاطات وربما بعض موليد برج الثور يشعروا ببعض التعب برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبتفيدكم الاتصالات واللقاءات أهم شنكو تلطفوا الأجواء وتعيدوا العلاقات لطبيعتها وتعززوا العلاقة بشكل جيد مع أحباكم الحظ بيدعمك شوي اليوم ممكن يساعدك في إنجاز بعض الأمور عندك ميول للترفيه وتغيير الجو أو التقارب العاطفي اليوم بتنال أي شيء بترغبه وبتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل المسائل كانت عالقة أو كانت مستحيلة وتعتبر هاي فترة إيجابية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم ووسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم شيء تجنبوا توبيخ الأحبة أو لغمهم ممكن تقلقوا بشأن مسألة عائلية أو شخصية حاولوا أنك تواجهوا الأمر الواقع بمنطق وحاولوا إيجاد تسويات تحمي حقوقكم ولا تفرضوا رأيكم على الآخرين تعتبر فترة مناسبة للسفر والاستثمار والامتحانات وأيضا حتى الأمور العاطفية جيد أنه الواحد يستثمرها ولكن بدون عصبية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات وبوسعكم اجتياز امتحان ممكن اليوم تعززوا العلاقة مع الإخوة مع الجيران وبتكثر النشاطات على حسب حق الإختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم مش أنك ما تتردد بالتحرك الأجواء جيدة وعندك قدرة على الإقناع ممتازة وسرعة بديها ممتازة ممكن بعض موليد الأسد يهتموا بأمور العلاقة بالسيارات أو بالأجهزة الإلكترونية واللي عندهم امتحانات برضو اليوم راح تكون لصالحهم وخصوصا طلاب المدارس برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر في بيت المال فعشان هيك بيحمل هذا اليوم فرص لمكسب مالي بتكون على الأغلب من عمل إضافي منكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة أو دعم أهم إشي إنكم يعني ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو لحبيب ولكن مش يستغلك أو يستعطفك لأجل أنه يطلب المساعدة وبرضو ما تدهين فلوس دين على أساس أنه الفترة هاي سهل استغلال أي شخص بالأمور المالية ما تبلغوا بمصاريفكم كونوا معتدلين وموضوعيين في النقاش والمساهمة ممكن تهتموا لأمور مالية أو استشفائية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بتبدأوا فترة أفضل من الأيام الماضية لأن القمر خلاص وصلنا عندكم وهذا الشيء بعيد لكم ثقتكم بأنفسكم وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم شعبيتكم في تصاعد لدرجة أنه بتكونوا ملفتين للانتباه مع الجنس الآخر بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك وبتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك يعني أجواء جيدة فلازم تستغلها برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر في بيت المتاعب فعشان هيك رح يضل لغاية مساء يوم الجمعة وهو بالعقرب بعدين رح ينتقل عندكم القمر فبتتراجع صحتكم خلال اليومين هدول وبينتابكم شعور بالتعب والملل اخلدوا للراحة وحاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل بشكل روتيني ولا توقعوا على عقد وما تبدأوا عمل جديد وتعتبر هاي فترة فارغة من الحظ حللوا الأمور بهدهو ابتعدوا عن الأضواء ما تقرروا على شيء عشان ما تخيب آمالكم وحاذروا من البلبلة والالتباسات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم منكم أشخاص اليوم ممكن يتلقوا دعوه لحضور حفلة أو مناسب سعيدة أو يسعدوا من لقاء بعض الأصدقاء بلقاء ودي بادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق وعززوا علاقاتكم الاجتماعية بيطمئن بالكم لأنه اليوم ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم لا تستسلموا بل كرروا المحاولات ممكن اليوم تستعين بأحد المعارف أو الأصدقاء لحاجة أو لقضاء حاجة أو واسطة يعني برضو الأمور في هذا القبيل الجيد برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً يعتبر هذا اليوم يوم جيد للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تغيير على طبيعة عملهم وبينتبهلكوا المسؤولون عنكم وبيقدروا جهودكم بتتسلط عليكم الأضواء ولكن بظل هذا بيت السمعة فممكن تخضعوا لعدة تجارب مهمة أهم شيء أنه ما تضعفوا وما تجازفوا لا بسمعتكم وحاولوا ولا بتصرفاتكم وقوموا بواجباتكم على أحسن ما يمكن وقدموا أفضل مستطاع لأن الفترة هاي فيها نوع من أنواع القلق والتوتر فزي ما حكينا ما تجازف نهائياً وأهم شيء ما تخالفش القوانين وأي تصرف ممكن يشوه سمعتك يا بعد عنه برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً اليوم القمر في البيت التاسع لا إلك يعني بيت قوي وبيد نعمك بشكل كبير وبتنشطه في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة العلاقة مع الأجانب النقاشات الحوارات الأمور اللي إلها علاقة بالفلسفة ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ حمل جديد أو دراسة جديدة أو تناقش أي موضوع لأنه اليوم عند قدرة على النقاش بقوة وذكاء وممكن تتجرى على رفض أي شيء ما بناسبك أهم شيء أنك ما تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر تعتبر هاي فترة مناسبة لخوط تجربة جديدة في بعض موليد برج الدلو ممكن يكون عنده موضوع يا سفر يا تعامل أو مراسلات خارج البلاد برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أهمش أنه ما تهملوا صحتكم ليش؟ لأنه هذا البيت الثامن بظل شوي بأثر على صحة الشخص أو صحة أحد أفراد العائلة وممكن شوي الأجواء تصبح يعني هيكي فيها نوع من الإيجابية وتتجاوب معك وخصوصا على الأمور المالية أو حل المسائل المالية أو فواتير ولكن لا تكفل حد ماليا ممكن تحل بعض الأمور المالية أو المشاكل المالية التي كانت معلقة أو كانت مأرقيتك بالفترة الماضية وبتلاقي أعمالك صدى طيب أهم شيء أنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذار هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء